موسيقى وتسهيل قوانين الاستثمار ومراجعتها ومناقشتها وأيضا تيسير إجراءات المستثمرين هناك معاناة كبيرة تعلمونها فيما يتعلق بقطاع الاستثمار في العراق وهذه الحكومة جادة في وضع حلول لها المشاريع الاستثمارية تعول الحكومة عليها في هذه المرحلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع المالي المتعثر بسبب الوضع المالي كما تعلمون وأسعار النفط كذلك السيد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل عبر الاستثمار وتسيره على تعظيم الإيرادات هذه مسألة هناك أيضا تنويه في الديباجة بقانون الاقتراض هذا القانون نوه السيد رئيس مجلس الوزراء على أنه ينطوي على أخطاء في الحقيقة يجب معالجتها والحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة هذه الأخطاء في قانون الاقتراض بعد هذه الديباجة الموجز اليوم كان هناك التقديم الاعتيادي للتقرير تقرير وزير الصحة الذي قدم فيه عرضا مفصلا حقيقة لمستجدات جائحة كورونا في بلدنا هناك جملة من الأرقام فيما يتعلق بأعداد الإصابات ونسبة الشفاء ونسبة الإماتة وغير ذلك لكنها كلها أشرت إلى تراجع في نسبة الإماتة أمام أعداد الإصابات أيضا كان هناك حديث عن أن العراق سيحصل على أول لقاح سيصل في الفترة القريبة العاجلة لتغطية حاجات ما يقرب من ثمانية مليون إنسان وهي نسبة العشرين بالمئة من الحاجة العراقية الحالية وتمت التوصية أيضا بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح بما يضمن تغطية الفئات الأخرى غير العشرين بالمئة بعد وزير الصحة وكالمعتاد أيضا كان هناك تقرير أيضا مفصل من وزيرة الهجرة والمهجرين عن أوضاع المخيمات وخاصة المخيمات المغلقة التي أغلقت في الفترة القريبة والتي ستغلق في الأيام القادمة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني بلغ حتى الآن عدد المخيمات التي أغلقت خمسة عشر مخيما وهناك عودة طوعية لخمسة آلاف عائلة تقريبا ما يقرب من خمسة وعشرين ألف نازح خلال شهر واحد أمنت أمنت عودتهم بالتنسيق بين وزارة الهجرة ومهجرين وطبعا بعض الأجهزة الأمنية مثل مستشارية الأمن الوطني وجهاز قيادة العمليات المشتركة والحجد الشعبي والحكومات المحلية في المحافظات أيضا في الأسبوع القادم هناك وعد من السيدة الوزيرة بغلق ثلاث مخيمات في صلاح الدين إذا أغلقت هذه المخيمات الثلاثة ستنتهي قصة المخيمات في محافظة صلاح الدين نهائيا ولا يعود هناك أي مخيم فيها إذن عدد المخيمات المتبقية في التفصيل هي ستة الآن تؤوي بحدود سبعة آلاف عائلة في محافظات نينوى وكركوك وديالة والأنبار العودة الطوعية مستمرة بطبيعة الحال وهي يوميا وهناك أرقام تقريبية لمن يعودون تبلغ من خمسة وسبعين إلى مئة عائلة يوميا تعود طواعية الأسابيع المقبلة ستشهد غلق ثلاث مخيمات ثلاثة مخيمات هي الكرامة والإيلان والوند لا أريد أن أخوذ كثيرا في التفاصيل لكن أيضا هناك وعد وسترون إنجازه قريبا بغلق أو بخلو ثلاث محافظات هي كركوك وديالة وصلاح الدين ستنتهي أيضا فيها قصة النازحين وفي شهر كانون الأول المقبل ستغلق بقية المخيمات وسيعلن عن خلو محافظتي الأنبار ونينوى من مخيمات النزوح أما في مطلع العام القادم 2021 ستكون هناك عودة طوعية وغلق أو خطة لغلق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم هذا ما يتعلق بتقديري وزير الصحة ووزيرة الهجرة لكن فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت هذا اليوم نسلط الضوء على ربما أهمها أولا أن وزارة النقل صوت لها بالقيام بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء مقصر فورا هذا قرار أساسي ومهم لمشروع كبير بالتنسيق بينها وبين الجهات المالكة للأراضي المطلوبة للمشروع دون الحاجة إلى نقل ملكية الأراضي وبالتنسيق مع الدائرة العامة للطرق والجسور كانت صيغة القرار هي أن تقوم وزارة المالية ووزارة الإعمار والإسكان بأخذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع إلى وزارة النقل دون بدل هذا أمر يعجل العمل على هذا المشروع ويعطيه نوع من الحيوية والدفع في أن يكون منجزا أمامنا قريبا وصوت أيضا مجلس الوزراء على قرار ثاني هو تكليف هذا أمر مهم أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في حسم مشروع قانون هيئة البحث العلمي مع مجلس الدولة هذه الهيئة تتأسس الآن وهذا قانونها ويجب متابعته مع مجلس الدولة لذهاب إليه لمجلس النواب والتصويت عليه هناك أيضا قرار يخص وزارة التربية والطلبة فيما تعلق بالصفوف المنتهية وهو الموافقة على إجراء الدور الثالث الكثير من الطلبة ينتظرون مثل هذا القرار من مجلس الوزراء لتكون لهم فرصة أخرى متاحة للنجاح في امتحاناتهم إذن إجراء الدور الثالث أصبح مصوة عليه ونافذا الآن هناك أيضا فيما يتعلق بإجراءات الحكومة لمكافحة الفساد والحد من تسنم بعض ذوي الأحكام القضائية مناصب مهمة من درجة مدير عام صعوداً اليوم صوت مجلس الوزراء على عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا مدير عام صعوداً في حالة ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون كالرشوة والاختلاس وغير ذلك بحكم قضائي بات حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص يبدو أن هناك حالات يشمل فيها المعينون بعفو ويعودون إلى مناصبهم رغم ارتكابهم جرائم هذا التصويت هذا القرار سيحول دون أن يتسنموا هذه المناصب مرة أخرى القرار الآخر هو أن أمانة بغداد وهيئة الحجد الشعبي ودور الإيواء في وزارة العمل شملت بقراري مجلس الوزراء رغم 17 و22 لسنة 2020 وهو جوهره أن يزودوا بالمحروقات من وزارة النفط هناك حاجة فعلية لهذه المؤسسات في أن تتزود بالمحروقات النفطية من وزارة النفط تم التصويت اليوم على هذا القرار أخيراً كانت هناك في المجلس استضافة لمحافظة البنك المركزي لإقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدم السيد محافظة البنك المركزي هذا المشروع وردنا من البنك نفسه إضاحات للفكرة وصوت مجلس الوزراء عليه مع الأخذ بالحسبان استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية هذا ملخص ما جرى اليوم من قرارات ونتيح الآن أيضاً بشكل موجز للأسئلة لكي نجيب عنها السلام عليكم دكتور أحمد موايات قناة يو تي في الحكومة أرسلت طلبات عدة دولية من أجل الإشراف على الانتخابات المبكرة بحسب تصريحات السيد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات السؤال هل سيتحول دور الأمم المتحدة من مراقب إلى مشرف يدير عملية الانتخابات بالكامل وما هي جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات شكراً جزيلاً سبقاً أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء أن يوم 6.6.2021 هو يوم الانتخابات ما زالت الحكومة ساعية لتنفيذ هذا الإعلام وصلت عمليات تسجيل البطاقات البايومترية الآن إلى 60% وهي يعني عندنا حوالي 28 مليون ناخب 60% من هؤلاء الناخبين الآن لديهم بطاقات بايومترية الأربعون بالمئة المتبقية ستغطيها الحكومة العراقية بطرق عديدة منها هناك حقود سابقة للمفوضية مفوضية الانتخابات ستستمر الآن لتغطية هذه الأربعين بالمئة وهناك أيضاً اعتماد على ما هو متوفر من إمكانات داخل العراق للعمل على هذه البطاقة وأيضاً الحكومة في الفترة القادمة القريبة ستوفر ما يقرب من خمسة مليون بطاقة للمضي إلى إكمال هذه المسألة إذن الانتخابات موعدها ثابت هناك عمل حثيث من المفوضية عليها لتوفير البطاقات ما زال هناك التزام بإنجاز الانتخابات في الموعد المحدد الذي أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء إذا سمحتم هناك شيء يتعلق بضمن مذكرات التفاهم مع الصين تم عقد اجتماع بخصوص بناء ألف مدرسة نموذجية ضمن هذه المذكرات التي تلتزم الحكومة بها وأيضا هناك رئيس مجلس الوزراء وعده خلال الأسبوع الماضي بتقديم أي شكوى تصل حول لجنة مكافحة الفساد والجرائم وأننا مستعدون للتعامل معها ويؤكد السيد رئيس مجلس الوزراء أننا ما زلنا عنده هذا الوعد هناك إضاح ورد الآن فيما يتعلق بقانون الاقتراض الذي تحدثت عن أن فيه أخطاء تعالجها الحكومة الآن هناك إشارة إلى أن الفقر العاشر في هذا القانون تشير إلى إلغاء الإعفاءات القمرقية وهذا الحكومة ترى أنه يتسبب بإشكالات مع الدول ولا بد من مراجعتها إذا كان هناك أي سؤال آخر يعني ما زال الوقت مبكرا للإجابة عن هذا السؤال هناك عمل فيما يتعلق بالمفوضية وفيما يتعلق بتحديد دور الأمم المتحدة في الانتخابات لويل حسن مراسل قناة آسيا الفضائية يعني ما يخص رواتب الموظفين بالتأكد اليوم رواتب الموظفين هي مهددة في بداية العام المقبل كما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم يعني الحكومة ستتوجه ربما أيضا إلى اقتراض الثالث اليوم جميع يتساءل الموظفون يتساءلون أين تذهب واردات النفض أين تذهب واردات المنافذ الحدودية هل الحكومة العراقية يعني خطط استراتيجية في الأيام القادمة أو في الفترة المقبلة يعني تعدي الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية شكرا يعني هذه المسألة لا تتعلق بالحكومة فقط وفي الواقع لا تستطيع الحكومة أن تقدم أجوبة من جانبها فقط لهذه المشكلة هناك أطراف أخرى في هذه المشكلة يجب أن تعالجها وبالتحديد مجلس النوار وأعتقد أن الحوارات مستمرة بين الحكومة ومجلس النوار بهذا الصدد للوصول إلى حلول مرضية والانتهاء من هذه القصة التي طالت في الحقيقة السلام عليكم سيف الدين الإبراهيمي قناة الحدث اليوم تطلقت حضرتك إلى موضوع الاقتراض الداخلي أين وصلت الحكومة اليوم إلى معالجة موضوع الأقود والأجور من رواتب وهم إلى الآن يفترشون الأرض وتظاهرون في معظم محافظات العراق شكرا لك يعني اسمح ليقول هذا سؤال مكرر أيضا إجابته أن هناك حوارات جارية كثيرة والمسألة غير منوطة بالحكومة فقط هناك جهات أخرى تتعلق بهذا الموضوع والحوارات جارية معها لحل هذه المشكلة يعني ليس هناك حل جاهز أقوله لكم الآن بصدد هذه المشكلة دكتور مصطفى قران مراسل الشباكة الرودة والإعلامية متحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في برنامج تلفزيوني قال أن نرسل 320 مليار دولار كروات الموظفين لأقليم كردستان هل هذا الأسبوع ترسل هذا المبلغ أم لا؟ ومتى يجتمع وفد حكومة أقليم كردستان مع حكومة الاتحادية؟ في ظل الظرف الحالي بعدم وجود موازنة وبوضع مالي متعثر وبكل المشكلات التي تحف بالحوارات مع الإقليم لا يمكن أن التصريح بمثل هذه الأرقام والثبات عليها كل ما نستطيع قوله أن هناك عملا حثيثا على هذه المسألة على قضية الموازنة السيد رئيس مجلس الوزراء أعلن في المجلس اليوم أن موضوع المجلس القادم يوم الثلاثاء القادم هو فقط الموازنة بمعنى جدول الأعمال لن يتضمن أي شيء غير الموازنة هذا يدل على اهتمام كبير بهذه المسألة التي تتعلق بالرواتب وغير ذلك شكرا جزيلا لكم